اشتركوا في القناة القيمة الغذائية في الفول الأخضر يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف وفيتامين باء وفيتامين جيم كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك بالإضافة إلى الكثير من المعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والفسور والكاليسيم متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا وفي حالة القلق منه يجب عليكم استشارة الطبيب وهذا لاستخدام أكثر أمين الفوض الصحي العظيم لتناول الفول الأخضر لصحة القلب من فوائد الفول الأخضر أنه يساعد على تقليل نسبة الكورسترول الدور في الدم وبالتالي يعمل على الوقايات من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية كما يساعد في الحفاظ على صحة القلب واللوعية الدموية فوائد تناول الفول الأخضر للجهاز الهضمية ويساعد الفول الأخضر على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم كما يعمل على علاج مشاكل الهضمة بالإضافة إلى التخلص من انتفخات البطن والغازات والإمساكة فوائد الفول الأخضر لمرضاء السكرية من فوائد الفول الأخضر أنه يساعد على تنظيم نسبة السكرية في الدم نظراً لاحتواه على نسب عالية من الألياف كما يعمل على السيطرة على معدلات السكر في الدم ويمنع ارتفاعه ولذلك يعتبر الفول وجبة صحية لمرضاء السكرية فوائد الفول الأخضر للوقاية من مرضى السرطان ويساعد الفل الأخضر على تقوية المناعة كما يحتوي على العديد من المواد التي تساعد الجسم على مقامة الأمراض وبالتالي فهو يعمل على الوقاية من مرضي السرطان ومقامة الخلايا السرطانية ومنع انتشارها فويد الفل الأخضر لصحة الكلة ويساعد الفل الأخضر على إدراري البولة وبالتالي يحافظ على صحة الكلة ويمنع تكون الترسبات بها ويعمل على الوقاية من حصوات الكلة فويد الفول الأخضر لصحة المرأة الحاملة ويحتوي الفول الأخضر على نسب عالية من حمض الفوليك الهم لصحة الأمة والجنين حيث أنه يساعد على زيادة انتاج خليت دم الحمراء وحماية الأمة من خطر الإصابة بالأنميا كما يساعد على وقاية الجنين من التشوهات الخلقية فويد تناول الفول الأخضر للتخصيص ويحتوي الفول الأخضر على نسب كبير من الألياف وبالتالي فهو يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من تناول كميات كبيرة من الطعيم كما أنه يبقى فترات طويلة في المعدة حتى يتم هضمه وبالتالي يساعد على إنقوص الوزن من الفويد الصحي العظيم أيضا لتناول الفول الأخضر أنه يساعد عليه خفض ضغط الدم المرتفع ويمنح الجسم النشوطة والحيوية ويقلل الشعور بالتعب والإجهاد والتوتر ويساعد الفول الأخضر على تقويتها العظامة وبناء العضلات والوقاية من مرضها شاشة العظامة إن تناول الفول الأخضر يقوم الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر ويساعد عليه التغلب على الشعور بالقيئة فما هي أضرار تناول الفول الأخضر؟ بعد معرفة فويد الفول الأخضر الصحية إلا أنه على الرغم من فويده العديدة إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى العديد من الأثار الجانبية ومنها ما يلي إن تناول كميات كبيرة منه تؤدي إلى الشعور بعد من روحه وأسر الهضم وذلك لأن الجسم يأخذ وقتا طويلا في هضمه يعتبر الفول غذاء غير مناسب لمن يعانون من النحافة حيث أنه يزيد من الشعور بالشبع ويقلل من تناول الطعام نظرا لإحتوائيه على كميات كبيرة من البروتين فإنه قد يؤدي إلى حدوث أضرار كثيرة لمن يعانون من مرض النقرص يجب تجنب تناوله للأشخاص الذين يعانون من مرض التفول أو أنيميا الفولة وهو عبر عن فقر دم إنحلالية يحدث نتيجة نقص إنزيم الجلوكوزة في خلية دم الحمراء وفي حال تناول المرضى المصابون بأنيميا الفولة لهو فإنه يؤدي إلى حدوث إنحلال حاد لكروة الدم الحمراء ويتسبب في حدوث فقر دم حاد متابعين الكروم إذا استفدتم من هذا الفيديو فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معنومة جديدة ومفيدة إن شاء الله